أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مؤتمر بيترس بيرجل المناخي يشكل نقطة تحول هامة في مواجهة التغيرات المناخية وفي كلمة له خلال أحوار بيترس بيرجل المناخي المنعقد في برلين أشهد شكري بكافة الجهود التي تقام من أجل مساعدة الدول في مواجهة التغيرات المناخية وبناء جسور الثقة بالتعاون مع الأمم المتحدة في هذا السياق إننا نسعى لتحقيق أفضل نتائج في كوب 27 لقد قم بتطوير مؤشراتنا وقمنا بتقديمها لـ UNFCCC وفعلنا هذا ونتطلع إلى المزيد من الإجراءات التي يمكن أن تأخذها قبل مؤتمر الأطراف 27 ونحن نحف كل الأطراف على أن تنفذ كذلك استراتيجياتها طويلة المدى وتجعل هذه الاستراتيجيات ومؤشراتها متصقة مع اتفاق باريس لقد تم إحراس تقدم فيما يتعلق بتخفيف من أطار تغير المناخ واتفاقية بون ونحن علينا أن نظر التزام بتنفيذ هذا في إطار شرم الشيخ من خلال الدائرة المستديرة الأولى للوزراء عن التخفيف من أطار تغير المناخ وبما أن رئاسة كوب 27 تأتي من أفريقيا فإن التحدث عن الانتقال في تغير المناخ مسألة مهمة وكذلك دعم هذا التنفيذ من خلال الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر تضروراً ترجمة نانسي قنقر